موسيقى من جنيف إلى أستانا إلى مؤتمر سوتي الذي يبدو أنه لا يحقق الإجماع ولا حتى نصف الإجماع لافروف يقول أن المؤتمر غير مؤجل مدام تاريخه لم يحدد بعد لكن هذه التصريحات لا تقوى على تحجيم الجدل الواسع بشأن مضموني وأهداف موعد سوتي بل أن وزير الدفاع الأمريكي رمى بورقة أخرى على الطاول عندما قال أن واشنطن تفضل نقل نقاشات أستانا نفسها إلى جنيف ليكون الحوار السوري تحت مظلة الأمم المتحدة وليس أطرافا بعينها موسيقى يبدو أن مؤتمر الحوار الوطني في سوتي والذي تسوق له روسيا يواجه ولادة عسيرة فمكن عقد المؤتمر محل اعتراضات من قبل المعارضة السورية الخارجية وفي مقدمتها الهيئة العليا للمفاوضات الحكومة السورية هي الأخرى لم يرق لها إقامة المؤتمر في سوتي إذ أن نظام الأسد يريد للمؤتمر أن يعقد في عرينه وتحت رعايته كي لا يتعرض لضغوط دولية وروسية تضطره لتقديم التنازلات الاعتراض ليس على مكان عقد المؤتمر وحسب بل هناك من يتساءل بشأن موقع هذا المؤتمر من الإعراب في ظل وجود مؤتمر جينيف علاوة على ذلك فإن المبادئ الأساسية لرعاية مؤتمرات السلام تجب على الدولة المضيفة والراعية أن تكون محايدة وليس الطرفا في الصراع وهذا ما لا ينطبق على روسيا موسكو كانت داخل معادلة الصراع وهي من دكت معاقل المعارضة بطائراتها ومستشاروها جزء من العملية العسكرية في سوريا ويبدو أن روسيا بنقلها طاولة المحادثات إلى ملعبها تريد أن تفرض حلولا تتناسب مع مصالحها على بقية اللاعبين الأقليميين والمحليين لكن المعارضة السورية صرحت بأنها لن تقبل بإعادة تأهيل نظام الأسد واختصار أزمة عمرها سبع سنوات بإصلاح دستوريا وانتخابات نيابية ورئاسية وفي الوقت الذي تسعى فيه روسيا لسحب البساط من مؤتمر جينيف تحاول الولايات المتحدة أن تفرض رعاية أممية على المفاوضات الدبلوماسية وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن هناك حوارا أمريكيا مع الأمم المتحدة لنقل محادثات أستانا إلى جينيف لتفعيل دور الهيئة الدولية في ظل هذه الأجواء يلف مستقبل مؤتمر الحوار الوطني ضبابية دفعت موسكو لأن تصرح أنه لم يتم بعد تحديد دوقيتا لعقد المؤتمر كما أقدمت موسكو على سحب الدعوات لمؤتمر سوتيشي والتي وجهت للدول المشاركة من موقع وزارة الخارجية الروسية لكن الاعتراضات الكثيرة وعلامات الاستفهام بشأن المؤتمر لم تثني موسكو عن الإصرار على عقده وجعله أساسا للحل السياسي في سوريا معنا الآن من أسطنبول عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان أستاذ ياسر مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار يبدو أن مؤتمر سوتيشي كما ورد في التقرير يواجه انطلاقة صعبة هل نحن أمام تأجيل أو ربما إلغاء هذه المنصة كما يقترح ويأمل البعض مساء الخير أستاذ مهنة سحياتي لك والأستاذ المشاهدين حقيقة مؤتمر سوتيشي حتى لو انعقد فلن يكون ذو قيمة لأن المعارضة الحقيقية وقوى الثورة الحقيقية رفضت المشاركة به وبالتالي سيبدو كأن النظام يحاور نفسه سيحضر أطراف قريبة من النظام أو أطراف من الثورة وإن كانت من الثورة ربما لكنها مرفوضة من قوى الثورة من الشعب السوري وبالتالي لن يكن لهذا المؤتمر أي وزن ومخرجاته لن تكون قابلة للتطبيق المؤتمر مرفوض من حيث الموضوعات يعني مناقشة الدستور والانتخابات هي قضايا سياسية مطرحها الحقيقي كعملية كأليات توصلنا إلى صياغة الدستور في جنيف وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات وقد رفض وفد قوى الثورة السورية العسكري في أستانا العرض الروسي لمناقشة مثل هذه المواضيع كل مواضيع السياسية التي حاول الروس طرحها في أستانا فشلوا في إنجاز أي قبول لها سواء من وفد الثورة أو من الجانب التركي الأمر الآخر بأن روسيا ليست طرفا محايدا كي ترعى مثل هذا الحوار روسيا ما تزال منحازة للنظام ما تزال شريكة مع النظام بكل هذه الارتكابات بكل هذه الانتهاكات ولكن نعلم تماما سيد ياسر أن سوريا منحازة للنظام ولكنها راعي أساسي لمؤتمر أستانا وفصائل المعارضة حضرت مؤتمر أستانا ما المانع أن تحضر الفصائل السياسية هذا المؤتمر يعني كون روسيا طرف منحازة للنظام لم يمنع المعارضة من المشاركة في فعاليات سابقة السؤال بمحله أستاذ مهند وأنا أخبرك بأننا حينما فاوضنا الروس أخبرناهم في بداية الجلسات بأنهم طرف ضاما للنظام وليسوا طرفا وسيطا أو راعيا نحن لم نقبل بهم طرفا راعيا وأخبرناهم ذلك لأنهم لم يبدوا حيادية كافية ليقوموا بهذا الدور وبالتالي هم يشتركون مع النظام ويضمنون تصرفات النظام وهذا الموضوع سجلنا في جلساتنا وطلبنا من الوفد الروسي وكان حاضر رئيس الوفد بالذات أن يسجل هذه العبارة في بداية الجلسة وبالتالي نحن أيضا في أستانا لم نقبل مناقشة أي قضية سياسية مع الروس ذهبنا إلى الروس لنناقش فقط القضايا العسكرية والإنسانية من أجل وقف إطلاق النار حقنا للدم السوري وحماية للمدنيين وتهيئة لظروف الانتقال السياسي في جنيف كذلك الأمر الجانب الإنساني الذي دفعنا هو مسألة المعتقلين لنبحث بعض القضايا الإضافية لأنها تهم كل أسرة سورية موجودة في كل منطقة وبالتالي ما دفعنا أيضا للتفاوض مع الروس والقبول بالروس في أستانا هو العزوف الدولي المجتمع الذي يزعم صداقة الشعب السوري لم يفعل شيئا في جنيف جنيف كما نعلم خلال الفترة الماضية ثمانية جولات لم تنجز شيئا سيد ديمستورا ما يزال يبحث في إطار العملية التفاوضية ولم يدخل في صلبها من حيث الموضوعات سواء من حيث المحاور أو السلال المطروحة للتفاوض أو من حيث الأطراف التي تقوم بالتفاوض المنصات مثلا والسلات وأيضا من حيث الآليات لم يدخل في صلب الموضوع حقيقة والآن حينما يعني يعلن عن جولة جديدة يعني يشار بأن موضوعاتها الأساسية ستكون الدستور والانتخابات وهذه أيضا نظرية روسية نحن بالنسبة إلينا صلب المفاوضات هو الانتقال السياسي يعني بيان جنيف والقرار 2254 في مادة الأولى وأيضا في مادة الرابعة التي يطرحها ديمستورا بدايتها تقول حكم دوم اصداقية وبالتالي يعني العجز في تحقيق أي نتائج في جنيف هو من فتح الفرصة للروس ليطرحوا مسارات أخرى في أستانا وهو أيضا من جعلنا نذهب إلى أستانا حقنا للدم السوري لعدم وجود أي قوة توقف جرائم النظام لكن أؤكد لك أستاذ مهند بأن الروس أيضا فشلوا في أستانا بتحقيق مخططاتهم وأهدافهم ولذلك طرحوا الآن سوتي طيب عندما يقول السيد لافروف بأنه المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا لا يزاع على اتصال وثيق معنا وهو مطلع على سير العمل الجاري من أجل تحضير الفعالية ويقصد هنا فعالية سوتي إذا السيد ديمستورا يعني منتابع مع الروس وبينسق معهم ووافق على عقد مثل هذا اللقاء هذا الشخص هو يعني راعي مظلة جنيف إذا كان هذا الشخص وافق على مسألة سوتي فما الذي يمنع أطراف المعارضة من المشاركة فيها يعني هذا الكلام يعني حتى الآن لم يتم التحقق من صحته قيل بأنه ديمستورا وافق وقيل بأنه سيد ديمستورا يعني شرط موافقته بأن يتم الالتزام بنص القرار 22-54 كمرجعية للملتقى الذي يريد الروس أن يعقدوه في سوتي لكن أيضا الأمين العام الأمم المتحدة أشار بأنه أي مفاوضات لن تكون مقبولة إلا إذا كانت تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف وبالتالي هذا الموضوع حتى الآن ما بين أخذ ورد سيكون مخيبا لآمالنا إذا ما قبل ديمستورا بأن يكون طرفا في مفاوضات سوتي لأنه مرفوضة من كل قوة ثورة الائتلاف الوطني رفضها والهيئة العليل المفاوضات رفضتها والمجلس الإسلامي السوري رفضها والفصائل رفضتها ووفد أستانا أيضا رفضها لم يبقى هناك من قوة ثورة من يقبل بها لن يكون لها قيمة وبالتالي ما أعتقد الأمم المتحدة تشارك بهذه المفاوضات كان هناك موقف لافت من الولايات المتحدة أستاذ ياسر بالأمس أعتقد وزير الدفاع جيم ماتس يقول أن هناك حوار أمريكي مع الأمم المتحدة لنقل محادثات أستانا إلى جينيف إذا كان هذا بالفعل هو التوجه لدى إدارة ترامب في هذه المرحلة ما أهمية هذه المسألة وهل هي مجرد إجراء جاء متأخرا وبشكل غير كافي كما يقول البعض يعني أنا أقول ليته يفعل ذلك يعني الوزير الأمريكي لأنه من دفعنا نحن وتركيا لنذهب إلى أستانا ونفاوض الروس هو العزوف الأمريكي يعني الملف السوري نحن نعلم تماما أبان إدارة الرئيس أوباما من سلم الملف السوري لروسيا هو أمريكا ونعلم تماما بأنه من أجلس إيران على الطاولة في فيينا هي أمريكا الوزير جون كيري هو من دعا إيران لمؤتمر في فيينا الأول والثاني وبالتالي يعني الإدارة اللاحقة إدارة ترامب أعلنت ضمن خططها عن تقليص وتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا ولم تقل إنهاء الدور الإيراني في سوريا حتى هذا التقليص حتى الآن لم نلمس منه شيئا وبالتالي إذا ما أرادت أمريكا أن تقوم بواجباتها وتنفذ سياساتها ضد إيران في سوريا وأيضا لا تترك الروس يسرحون ويمرحون في الأجواء السورية ويدعمون النظام وتعود إلى وعودها وتعهداتها التي قدمتها للشعب السوري بأن هذا النظام فقط شرعيته وعليه أن يرحل فهذا الدور مرحب به بالتأكيد يعني هذا سبب وجعنا هو يعني ما تقوم به أمريكا من إدارة ظهرها للملف السوري وأيضا من تخليها عن واجباتها تجاه جرائم وتجاه نزيف الشعب السوري الذي يدفع الثمن من أطفاله من نساءه من شيوخه من دمار بيوته الذي يعني يهجر بالملايين أكثر من نصف عدد سكان سوريا الآن خارج بلداتهم يعني كل هذا يصرخ بوجه المجتمع الدولي وأمريكا لترجع تعود إلى مكانها الطبيعي إذا كانت تريد ذلك يعني لكن مع الأسف حتى الآن نجد أنه في جنيف لا تقدم نطالب نحن أنه يكون في تقدم حقيقي في جنيف وليكن إذا حققت جنيف وقف إطلاق النار فهذا جيد يعني نحن في أستانا قلنا بأنه وقف إطلاق النار وفق القرار 2254 وفق المادة الخامسة منه يقول بأنه العملية السياسية يجب أن تتزامن مع وقف إطلاق نار شامل وبالتالي إذا ما أنجزت أستانا نسبيا وقف إطلاق النار هذا فعلى الأمم المتحدة والأطراف الراعية لمفاوضات جنيف أن تحقق تقدمه في مجال الانتقال السياسي في العملية السياسية يعني أفهم كلامك أسانا نسيك وهذا مرهوم بالجولات أبقالي المعارضة السياسية السورية مع إعادة المسار برمته إلى جنيف المعارضة المسلحة من الجهة الأخرى تريد أو تشارك وتؤيد مسار أستانا يعني يبدو أن المعارضة كمن يطلق النار على قدمه يعني أنت من جهة تقول نريد مسار واحد يحل كل هذه الأمور وفي الوقت الآخر في الوقت نفسه تقول سأشارك في مسار يتعلق بالأوضاع الميدانية يعني كيف يستوي الأمران أنا مشارك في أستانا وأنا أيضا مستشار في جنيف أستان مهند وأنا أذهب إلى أي مكان ليوقف نزيف الشعب السوري ليحقن ألدم السوري يعني إذا ما سطعنا أنقاض طفل سوري واحد يتهدم بيته على أسرته على كل أفراد الأسرة يعني فهذا جيد سواء كان في أستانا أو كان في جنيف نحن طبعا بالنسبة لأننا نفضل مرجعية الأمم المتحدة لكن إذا الأمم المتحدة لا تفعل شيئا لأجل ذلك فهل نترك الشعب السوري يعذب؟ نحن ذهبنا إلى أستانا فقط لأجل جانب واحد هو أنساني مستعجل طارئ لا يتحمل التأجيل يعني الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري نحتاج إلى أن نوقفها بأي شكل بأي طريقة ومن ثم يعني المهسارات الأخرى السياسية التي حاول الروس أن يطرحوها في أستانا رفضناها وحلناها إلى جنيف في أول جولة في أستانا وضع الروس مشروع الدستور على الطاولة وقلنا لهم هذا ليس أوانا وليس مكانا وليس نحن من نبحث شأنه من يبحث ملف الدستور هو أشياء أعتقد فقدنا الاتصال مع الأستاذ ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري كان معنا من أستنبول شكرا له علي أتحال